أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن بدء إجراءات الاستلام التدائي لأغض إنشاء وإنجاز وصيانة عمرات وشقق السكن العامودي في الضاحية الاستثمارية بمشروع مدينة صباح الأحمد السكنية وأشارت المؤسسة في بيان صحفي لها اليوم إلى تشكيلها لجنة مكونة من مهندسي المؤسسة من ذوي الإختصاص وذلك لمعينة أعمال الأغض بغرض الاستلام الابتدائي هذا وقالت إن التسليم الابتدائي لأعمال الأغض يشمل على عدد عشرون عمارة سكنية تحتوي على ثلاثمائة وتسعين شقة في الضحية الاستثمارية للمدينة